فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد المبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهديث كتاب الله وخير الهديث بمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادنا الله وبعد فاتقوا الله عباد الله وتذكروا أننا في هذه الأيام نعيش أياما عظيمة أياما عظيمة التي توجهها الله رب العالمين بيومين فاضلين فأما الأول من هذين اليومين فهو يوم عرفة الذي سيامه يكفر زنوب صنة المضت وزنوب صلة بطيت كما بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عشية عرفة ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ويباعي بالحديد في عرفات الملائكة ويغفر الله تعالى لعموم المسلمين إلا من كان المشركا فمن أقبل على الله في ذلك الوقت الشريف أقبل الله علي ومن ناد الله رب العالمين في ذلك الوقت لباه ومن جاءه عجاباً والله سبحانه وتعالى لا يرد قاصداً ولا يحرم منيباً ولا يحرم منيباً مغبتاً وعما اليوم الثاني وهو يوم النهر وهو أعظم أيام الصلة كما قال عنها صلى الله عليه وسلم المسلم الشفيق بدينه الحريص على آخرته لا يفوت عن ظال هذه المواسم فإنه لا يدري إن عاشها أتعود إليه أم تعود على هذا العالم وقد خل العالم منه وغيب تحت الظرار على المرء أن يجتهد في إصلاح قلبه أولاً عليه أن يجتهد في إصلاح قلبه أولاً عليه أن ينقيه من الشرك ومن الشك ومن الشبهة ومن الزيق ومن الحوى ومن البلع ومن الحبد ومن الهصد ومن مظلوم الآدات ومرزول السفاد ينبغي على المسلم أن يحرص على طهارة القلب فإذا صلح الجسد كله وإذا فصد فصد الجسد كله كما قال صلى الله عليه وسلم وعلينا جميعاً أن نضبط هربات حياتنا وأن يجتهد المسلم في أن يأكل من هلال وأن يقف العين عن المهرمات والعزم عن استماع لما يؤذب الله سبحانه وتعالى وأليه أن يطحر يده من الرشوة عليه أن يطحر يده من الغصب ومن الصلقة عليه أن يطحره من أن تمتب إلى مهرم وأن تتجاوز هدود الله سبحانه وتعالى على المسلم أن يجتهد في التوبة إلى الله في هذه الأيام الشريفة التي العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل الصالح في جميع أيام الصنة بالاستسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون حباب الله وعلموا أن للعضحية شروط شروط ذكرها العلماء فطالوا هي ستة سوى الإخلاص لأن الإخلاص شرط في العبادات والأعمال والأقوال والنيات جميعها الشرط الأول من شروط العضحية أن تكون من بخيمة الأنعام وهذه العبن والبقر والغنم ضعنها ومعبها لقوله سبحانه وتعالى وكذلك ولكل عمة جعلنا منسكاً ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بخيمة الأنعام الشرط الثاني من شروط العضحية أن تغلق العضحية السنة المحبول شرعاً وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزبه إلا مسنة وهي ثنية فما فوقها إلا أن تأصر عليكم فتزبه جزعة من الدعن والجزع من الدعن ما تم ستة عشر والسني من العبل ما تم خمس سنين والسني من البقر ما تم له سنتان والسني من الغنم ما تم له سنة فلا تصيب العضحية بما دون السني من العبل والبقر والغنم ولا بما دون الجزع من الدعن الشرط الثالث من شروط العضحية أن تكون خالية من العموب المالئة من العجزاء والشرط الرابع وهو أن تكون ملكاً للمدحي أو معدوناً له فيها شرآ الشرط الخامس من شروط العضحية أن لا يتعلق بها حق لغيره فلا تصيب العضحية بمرخول مثلاً وشرط الثالث والأخير أن تقع في الوقت المهدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النهل إلى غنوب الشمس من آخر أيام التجريب فمن زفها قبل الفراج من صلاة العيد أو بعد غنوب الشمس يوم الثالث عشر لن تصح عضنية ويجوز الزبه العضحية في الوقت المهدود شرعاً ليلاً أو نهاراً والزبه نهاراً عوضاً كما بيّنها الملماء والأفضل من العضاء من حيث الجنس العبل ثم البقر انضحى بها ثاملةً ثم الضعن ثم المعز ثم صبع البدنة ثم صبع البقى والأفضل من العضاء من حيث الصفة أن تكون العصمًا الأكثر لهمًا الأكمل حيثةً الأحسن منظرًا ثم أعلموا يا راكم الله إن رسولكم صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وجده يحتفلون بيومين فقال عليه الصلاة والسلام إِنَّ اللَّهَ عَبْدَ لَكُمْ خَيْرًا مِنْهَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْعَذَهَا فَهَذَانِ هُمَا عِيلُ الإِسْلَامِ الْعَظِيمِ وَمِنْ شَآعِلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الفرُّ فيهِمَا لأن الله تبارك وتعالى جعل هذين اليومين وجعل هذين العيدين بأقل عبادتين عظيمتين وفردين جليلين من فرود الإسلام الكريمة ومن السنة يوم الأضهى أن تخرج إلى المسنة من غير طعام حتى تصلي وتعود ثم تضحي وتنتظر حتى يكون أول ما يدخل في جوفك ما قد أجمت من أضحية وقربان لله سبحانه وتعالى بارك الله لي ودخل في القرآن العظيم ونفعني وإياه لما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائه المسلمين فاستغفروا إنه ولوثور رحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على نبيه المصطفى عباد الله إذا كان يوم العيد علينا أن نذهب من طريق وأن نعود من طريق ونكبر في الطريق عند الذهاب إلى المصلة نكبر بصوت عالي لا نستحيي لأنه من شاعر الله سبحانه وتعالى لا نستحيي من التكبير نكبر بصوت مرتفع تكبر عن تصارب في الطريق إلى أن تجرس في المصلة وإذا دخلت المصلة لا تصل لأن الصلاة في المصلة مالك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب من طريق ويعوم من طريق مكبرة فاعلنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر والله أكبر ولله الحمد ما يقول الله يقول الله سبحانه وتعالى ما يقول الله سبحانه وتعالى يجب أن يقول الله يأخذ إلى المحاكم وولد أن يؤمن يكون ذلك ويعذية الأباء تم تتكلم أن تكون في الوقت وأن أحب يأخذ إلى أسلس وأن يؤمن الله سبحانه وتعالى وأن أحب الأفكار ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر